ستة شفر و أخذت جولة زرت زيارة يعني للإطلاع و أخذت جولة في شمال لبنان و أذهبت مناطق السنة كلها الظنية و عكار و طالب و صوه هكذا كنت أشوف شعارات داعش و عجبها النصر مكتوبة على الحيطان فلما كنت أقعد مع الناسنا قعدت في أكثر من يعني أكثر من مكان عام وتناقشني مع شخصيات عامة و بلديات و أمة مساجد و يعني كثير من الشخصيات هناك وجدت تعاطف شديد مع داعش تعاطف مع داعش و جبهة النصر و ذكرت أول ما رجعت قلت يعني هناك تعاطف شديد وبعدها نضموا خمسة من الجيش اللبناني إلى داعش بسبب هذا التعاطف يشوفون أنهم أن الدولة مسيطرة عليها من قبل ما يسمى بحزب الله و أن حزب الله قاعد يذلهم قاعد يمارس يعني أبشع أنواع الاستغلال لهذه الدولة الفقيرة و يمارس اضطهاد لدى السنة اضطهاد طائفي لدى السنة فيبون أي حد ضد حزب الله من ضد حزب الله ما فيه إلا داعش فنأيد داعش نأيد إن شاء الله حتى شيطان المهم ضد حزب الله أي شيء ضد حزب الله من هذا المنطلق فهذا كان هنا يعني الخطر في الأمر أنه يعني الفكرة كانت عشوائية و كانت رد فعل و ليست منطلق هم ما أيدوهم إيماناً بإعديولوجيتهم و أفكارهم أيدوهم ردت فعل فقط فأفكارهم